فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ويأمرون بالمعروف وينعون عن المنكر ويقيمون الصلاة هذا من صفاتهم أنهم يحرصون على إقامة الصلاة فرضها ونفلها يقيمونها لم يقل يصلون بل قال يقيمون الصلاة لأن المقصود إقامة الصلاة وذلك بأن يؤتى بها قائمة على أركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها هذا هو المقصود من الصلاة أنهم يقيمونها كما أمر الله جل وعلا بذلك وليس المقصود مجرد الركوع والسجود والقيام والقعود